السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك أخي العزيز حياك الله أخي تعرف بأنني دائما موجز بالحديث جدا لن أخذ من وقتك لأن المتشيعون لهم الأولوية إن شاء الله والذين يبحثون عن الخلاص لهم الأولوية لكن سأفعل عرض معين ويوجه إليك سؤال ستتفاجئ منها السؤالي العرض المعين خمسة آلاف دولار لما نجب لنا سند كتاب الله وسنتي أنا أعرف الوهابية إسماعيلها وراميها ومرتزقة لأشجعهم خمسة آلاف دولار هذا واحد أشجعهم السؤال الذي سيفاجئك وغريب جدا أريد أسئلك سؤال مباشر ما هي مشاعرك أو ما هي اللحظة التي حلت عليك عندما اكتشفت أن حديث كتاب الله وسنتي هو حديث مكدوب ما هي نوع الصدمة قبل صدمة كتاب الله وسنتي الصدمة الكفرة كانت كتاب الله وعترتي هو الذي لم أسمعه لا قصدي لما عرفت بالتطارد لما عرفت أنه عترتي هو الأصح وسنتي هو المكدوب ما الذي حصل لها؟ هل حصل لديك زلزا في كل المفاهيم؟ نعم لأنني أرى أن شيوخي يكذبون علي هذه مصيبة كبرى أن الشيخ يطلع إلى المنبر يقول كتاب الله وسنتي وهو ضعيف وحين سألت شيخ المجد قلت له ماذا تقول في كتاب الله وسنتي؟ قال هذا الحديث في البخاري ومسلم وقلت له ماذا تقول في كتاب الله وسنتي؟ قال هذا عند الشيعة الله أكبر هذا عند الشيعة يعني صدمة ذو الفقار أخي لا لا ذو الفقار اسمح لي يعني تحليلك الشخصي هؤلاء الشيوخ عندما يكذبون هو فاقدين للورع لله عز وجل يعني هم هل متصالحين مع أنفسهم؟ ماذا يقول؟ ألا يخاف؟ ألا يخشى الله؟ يعني هو سيكون أئمة من أئمة النار يعني ماذا تحليلك لشخصيتهم؟ هل هم مرتزقة؟ هل هم مضالين؟ هل يعلم فون؟ يعني تنطبق عليهم الآية وآية من أكثرهم إلا وهم مشركون؟ يعني شنو تحليلك للشخصية؟ هذا الأمر أتركه للبرنامج لكن عندي ملاحظة أخيرة سمحت لي أخذ الفقار ملاحظة أخيرة ملاحظة أخيرة أخي العزيز أنت رجل أنا أكون لك الحب والإحترام لا أوصي موصة رجل أنت موصة التزم بهذا السؤال لا تجعلهم يشرقون ويغربون سيأتونك مناظرة ونحن فرسان للسنة وفرسان الصنة لا 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 كتاب الله وسنتي لا تحيد عن هذا السؤال رجاء رجاء وشكرا شكرا نعم شكرا لك أخي هترو بارك الله فيك أسأل الله أن يحفظك ويوفقك أخي الكريم شكرا لك أخيه شكرا لك أخيه